اهلا بك في فيديو جديد من سلسلة انا مبتدئ ويلا بنبدأ وهنبدأ خمس وثلاثة هلعب تصنيف 1319 والقسم لعب بيدأ ملك هلعب معاه هنا فرنساوي بيدأ في بيدأ طبعا دي نقلة مش حلوة عشان عليها فكرة بيدأ في بيدأ ولو كان بيدأ في بيدأ هتحرم اللبيض من التبييد وهنا همشي في الفكرة دي واكل بيدأ في بيدأ خلاص وزير في وزير وفكرة ان انت تحرم الخصم من التبييد دي فكرة قوية جدا هلعب هنا نقلة بدون عليها نقلة وقائية نقلة الفكرة من النقلة دي عاوز امنع الفيل ان هو يجي يربط الحصان على مربع يعني عاوز امنعه من الفكرة دي هلعب الحصان هلعب الحصان التاني هلعب الفيل زي ما انت شايف طالب بتنبو هنا هلعب نقلة هادية هلعب نقلة الحصان ايه الفكرة من النقلة دي انها طالب البيدأ خلاص حصان في بيدأ طيب حصان في بيدأ الحصان ما بيرجعش خلي بالك الحصان مش هيرجع في بيدأ هتروخ طيب عشان ما اندخلش نفس المتهاد هرجع بالحصان طبعا حصان في بيدأ هلعب نقلة حصان في بيدأ هلعب نقلة حصان في بيدأ كلام جميل عاوز اجيب الفيل بشوب عاوز اكسر هنا باكم حصان في فيل بلعب الروخ هات البيدأ البيدأ ده ما بتحميش تقريبا غير ان هو يرجع بالملك نا خلاص حصان في بيدأ وفيل في فيل او فيل في حصان ورخ وفيل معاوز رخ ببيدأ رخ ببيدأ وفيل ورخ كده انا معايا بيدأين خلاص هكسر القطع كلها في بعضها دلوقتي واكسب والعب على البدأين دول خلاص النقلة دي نقلة ضعيفة عشان عليها نقلة زي نقلة سيفايف هات حصان هيرجع تاني هادي بلندر هيكل فيل في بيدأ بكش الاول ومعا كده بيدأ في حصان احمل بيدأ هنا لازم تلعب بقى احمل بيدأ واحمل بيدأ تاني واخش بالملك خلاص احمل بيدأ خلاص الملك دي نقلة مش حلوة خش بالملك وبيدأ في بيدأ خلاص خش بقى خش بالرخ في الشكل ده خلاص انت بتكسب اكبار يعني كيش طبعا لو جينا بلندر نيجي الشمات يبقى ده اا اول دور اا تعالوا نحلل الدور ده وتعالوا نشوف بقى اخطاء المبتدئ هنا ايه يلا بينا زي ما انت شايف اللاعب لعب اربع نقلات غير دقيقة ومعدل الخسارة بتاعه او معدل جودة نقلاته واحد واربعين وطبعا ده معدل سيء ودقة نقلاته تمانية وتمانين طيب بالنسبة لي انا لعبت تارت نقلات غير دقيقة ومعدل الخسارة او معدل جودة نقلات اتناشر ومعدل دقة النقلة سلامة وتسعين. تعالوا نحلل الدور بقى نقلة نقلة زي ما تعودنا. لعب هنا بدأ ملك. انا لعبت له اي سيكس. طبعا دي بتعبر عن تفتاح الفرنسي. لعب لعب تدي فايف. طبعا اول نقلة آآ نقولها في الموقف ده. الغلطة اللي هو اقلتها انه يلعب نقلة ده دي. خلي بالك ده على حسب التحضير. يعني ممكن واحد يقول لي يا استاذ دي تحضيره. لو تحضيره يبقى نقلة اللي هو هتبقى نقلة منطقية. ما فيهاش مشاكل. ولكن كمبتدئ دي مش تحضيره. ليه? ان انا ماكل بدأ في بيدأ. وانت تاكل بدأ في بيدأ. انا كده حرمتك من التبييد. ومعنى ان انا حرمك من التبييد. ده بيبقى خطأ استراتيجي فادح فعلاه اللاعب. ليه? ان انت دلوقتي بضطر ان انت هتحرك الملك نقلات جير مرغوب فيها عشان تأمين ملكك. يعني هتخسر نقلات. هي دي الفكرة. آآ ليه ليه التبييد مهم? عشان بتعمل حاجتين. التبييد مهم عشان اول حاجة ان انت بتأمين ملكك. تاني حاجة ان انت بتدخل رخك في اللاعب. زي ما انت شايب. الرخ والملك بمجرد ان الفيرو الحصان يطلعوا. انا بعمل ايه? بأمين ملكي والرخ دي بتطلع تشارك في الهجوم بعد كده. طول ما الملك في السنتر يبقى الرخ دي ما بتلعبش. والملك غير مؤمن. عشان كده التبييد مهم جدا. ففكرة ان انت تحرم الخصم من التبييد دي فكرة انت بتاخد عليها افضلية. كلام جميل كلام جميل. فطبعا هو وكل لعبة النقلة دي. طبعا دي بنقول عليها نقلة وقائية. يعني ايه النقلة وقائية? نقلة وقائية معناها في الشطران. النقلة بتلعبها عشان تمنع فكرة مستقبلية للخصم. ايه الفكرة المستقبلية للخصم هنا? ان انت تمنع الفيل ان هو يجي على مربع بفايف. طيب ايه المشكلة لو جيه هنا? طبعا انا فكرتي ان انا اجيب الحصان على مربع سي سيكس. وطبعا لو انا ملقيتش النقلة دي هو هيطور فيه لوم. على مربع بفايف ويربط الحصان على الملك. وفي لقطة مراتات ممكن كمان يكسر في الفحصان. ويعمل لي على عمود السي. فطبعا انا عشان اتجنب بقى كل الافكار دي. فبلعب نقلة بنوع لها نقلة وقائية. نقلة اي سيكس. كلام جميل. طبعا هو لعب نقلة الحصان. طبعا نقلة الحصان دي انا باعتبرها نقلة ضعيفة. ليه نقلة ضعيفة? اولا انت ما بتلعب حصان انت كده قفلت على الفيل بتاعك. مادئيا. ثانيا لو قررت ان انت بتحرق الحصان على مربع ديتو. يبقى لازم الاول تطلع فيلك. لازم تتعمل حاجة اسمها تناغم ما بين القطع. يعني تطلع فيلك الاول. ايا كان لما تجيبه على مربع اسري او حتى على مربع اف فور. او حتى على مربع جي فايف على حسب المتاح بالنسبة للفيل في الموقف ده او الافضل يعني. وبعد كده تجيب الحصان على مربع ديتو. كلام جميل كلام جميل. ولكن الحصان اصلا على مربع ديتو حصان هيبقى مربعاته قليلة. الافضل للحصان ان هو يجي على المربع اللي هو مربع اسري. عشان يشارك في الوسط ويبقى عنده مربعات كتير جدا في الوسط. زي ما انت شايف. هيبقى عنده كم مربع? هيبقى عنده تمام مربعات. لو الحصان جي على مربع اسري. اما للحصان ما يجي على مربع ديتو هيبقى ليه كان مربع عد كده النقلات هتلاقيه حوالي ست مربعات. هيبقى ست مربعات. اذا انت بتحط الحصان بتاعك او بتحط القطعة بتاحتك في مربع يدي فعالية اكتر للكطعة. فده مهم جدا. ولكن ولكن دي لازم آآ نتكلم فيها كتير. يعني ممكن مجردات الدور تخليك تلعب على مربع ديتو. طبعا ده على حسب رؤيتك التقدرية. ولكن لو انت بتلعب بشكل عشوائي. يبقى نقلة ديتو هتبقى نالها سيئة. الافضل منها ولكن لو انت عارف فايدة ولكن لو انت عارف فايدة المربعين دولت عارف ان الحصان لو جيه على مربع سيسري. هيبقى بيسيطر على مربعات. وعارف ان الحصان لو جيه على مربع ديتو هيبسيطر على سيطر مربعات. ولكن انت اخترت على مربع ديتو عشان لك رؤية تقدرية في الموقف كده. يبقى انا ساعتها احييك على النقلة. مفيش اي مشكلة. اهم حاجة تعرف ايمية المربعين اللي الحصان هيروح فيهم. فالمهم هو لعب نقلة الحصان. طبعا احنا قلنا نقلة مش حلوة. كان نطلع الفيل الاول. لعب ترى النايت. طبعا نقلة النايت طبيعي جدا. بعد اما ضمنت ان الفيل مش يقدر يجي هنا ويربط الحصان على الملك. فانا العب دي بكل بساطة. لعب البشوب. رحت لعب الحصان التاني. طبعا انا بنشر قطع ايه. بشكل سهل زي ما انت شايف. عاوز اجيب بقى الفيل على مربع وباية النقلة الجاية. هنا لعب الرخ رحت لعب له نقلة الفيل. طبعا نقلة الفيل دي بنقلة هنا نقلة التيمبو. نقلة انتشارية وفي نفس الوقت طلبة ايه? طلبة البيداء اللي موجود على مربع الفيتون. دي الفكرة البساطة. طبعا هنا مشي بالملك. حامل بيداء. رحت لعب نقلة الحصان. نقلة الحصان دي انا بعتبر النقلة يعني مش اقوى حاجة. ليه? ان انا دلوقتي يطالب البيداء. هو لعب ببساطة لعب نقلة حلوة زائل البيداء. زائل 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 البيداء على الحصان دي نقلة كويسة. ليه? لو انت كانت حصان في بيداء هتبقى انا بلندر. عشان حصانك مش راجع. حصانك مش هيرجع تاني. بمعنى لو انت كانت حصان في بيداء. هو يلعب عليك نقلة زي كده. يقول لك انت الحصان. الحصان زي ما انت شايف مش ابيلي اي مربعات يرجع فيها. كلام جميل كلام جميل. لذلك نقلة الحصان مني نقلة مش حلوة في الموقف ده. يعني ضيعتي بها وقت كان افضل عندي ان انا بيد. مهم هو زائل بيداء روح تراجع بالحصان. طبعا انا رجعت بالحصان على السن ان انا طالب الفيل وطالب حصانه. ولو كسر حصان في حصان برجع اكب بالحصان وبطالب الفيل. رجع بالفيل هنا بيقول لك الانجين بيقول لك الافضل تاكل حصان في طبعا انا عاوزة بيت. بيت هنا بيقول لك نقلة يعني اه مش افضل حاجة. كانت افضل ان انت تاكل حصان في فيه. مهم انا هو مش بالملك طبعا نقلة الملك دي نقلة ضعيفة كان المفترض ان هو يكسر حصان في حصان. اي كوب الحصان يجيب الحصان التاني. عشان يفتح تفيل بتاعه. يعني يحاول ينقشط قطعه. روح تلعب نقلة بفايف. طبعا بفكرة? ان انا عاوز اجيب الفيل بتاعي على هذا الوطن. دي الفكرة بتاعت البساطة. راح زائل البيدأ. روح تلاعب طبعا بطور كل قطعي دلوقتي. لعب البيشوب روح توقع حصان في الفيل. حصان فيل اصبحت النقلة جيدة. ليه? ان انت من بعد ما اكل حصان في فيل انت تكون بالبيدأ اجباري. ساعتها هلعب نقلة هقول لك هاتل البيدأ. البيدأ ده ما بيتحميش. الا ان انت تخسر نقلة بالملك وتجيب الملك في السنتر تاني على مربع ايته. المهم هو زائل البيدأ طبعا نقلة ضعيفة. عصان في بيدأ. عصان في حصان. طبعا التكسيرات دي في الصالح الليسود. طالما الليسود معاه افضلية مادية في الموقف ده. فيل فحصان. فيل في فيل. رخف فيل. رجع تاني طلب الرخط طبعا دي نقلة ضعيفة عشان خلت الليسود ياخد رخف بيدأ. قصره رخف رخط طبعا كلام ده كله قطع. من الاخطاء الاستراتيجية في الموقف ده ان انت ما يكون الخصم متفوق عليك تفوق مادي يعني معاها قطعة معاها بيدأ معاها بيدأين. المفترض ان انت تحاول تلعب بقطعك اكبر قدر ممكن وما تحولش ان انت تكسر كل القطع عشان لو انت كسرت كل القطع هتلعب بعد كده بايه? هو هيبقى معاه الخصم هيبقى معاه قطع زيادة او معاه بادي زيادة في الموقف ده ويكسب بالافضلية المادية اللي معاه. فانت حاول طول ما انت متأخر ماديا يعني الخصم متفوق عليك بقطعة او ببادي ما تكسرش الكطع حاول تستثمر كطعك عشان تحاول تعود للمباراة مرة اخرى وتحاول تعود الافضلية اللي عند الخصم. طيب لو انت بقى معاك الافضلية المادية معاك مثلا قطعة زيادة معاك بدائين زيادة يبقى الاستراتيجية اللي انت تنفذها ان انت تبسط الموقف مع الخصم. يعني كسر كل القطع في بعضها. هنا اللا بيض عكس الاية. المفترض الاستد هو اللي ينفذ الفكرة دي ان هو يكسر القطع كلها في بعضها عشان يسفد بالافضلية بتاعته المادية اللي هي البادئ زيادة اللي معاه. ولكن اللا بيض هنا ما عندوش الفكرة دي هو اللي بادر بالتكسير. وطبعا ده خطأ استراتيجي فادح. لايب الحصان روح تلعيب له نقلة هنا بتنبو. النقلة طبعا حلوة. بقول له هات حصانك. والفكرة من النقلة دي ان انا لبا اكسب نقلة بالبيضة وبقول له هات حصان. وفي نفس الوقت الحصان لو جيه مسلا على مربع لو رجع تاني زي ما جيه. هيكون ساعتها في الف حصان وعمل له على عمود الاف. طبعا هنا لعب نقلة ضعيفة لها رخ على عمود الاي. طبعا النقلة دي هدفة ايه? هدفة لو انت كانت بدأ في حصان هو هيكون رخي فيه. ولكن انا مش مقبر على كده. انا عندي هنا في الفي بدأ الاول. ودي نقلة تاكتكية. اكسر في الفي بدأ. وبعد كده اكل بدأ في حصان. طبعا ده اللي انا عملته. في الفي بدأ. كان الملك في فيل. رح تواكل. بدأ في حصان. وبعد النقلة دي خلاص. بقى معي كم بدأ? بقى معي تلت بادي زيادة في الموقف ده. عندك هنا سبع بادي وساط اربع بادي. تلت بادي. خلصت فكرتي هنا ايه? فكرتي ان انا اكسر الرخ دي في الرخ دي. وايه البادئ الزيادة دي? هتبقى سهلة جدا ان انا رأيها بكل بساطة بمساعدة المالك. وفعلا ده اللي حصل هو لعب الرخ. هاتل بيدأ زاق ايد. طبعا خلاص انا بقى عاوز احمل بادئ بتاعتي. وحاول ادخل المالك بتاعي في السنتر. زاق البيدأ. روح تبعيل له كش. مش تاني. دخلت في السنتر. كان بيدأ في بيدأ. كانت بيدأ في بيدأ. راح زاق الزاقة دي. النقل ضعيفة. راح تلعيب له الرخ. فكرة الرخ ان انا عاوز اتدي له كش دي. عشان اتدي له كش تاني واخد البيدأ ده. هنا لعب الرخ. طبعا عاوز يديني كش دي. طبعا ما فيش وقت للكلام ده. ديته كش. عشان عاوز يجي على المربعين دولت. تلعي فوق راح تلدي له كش. المفترض ان هو يروح فين بقى? المفترض ان هو ميجيش هنا. لو جيه هنا هياخد ماتف واحد. وده فينا اللي عمله. المفقود ان هو يطلع على الصف التالي. مشي في النقلة ودي النقلة البلندر الفاديحة اللي هو اعمالها. اللي خلتني ادي له مات على مربع بكش مات دروق. وبكده يكون انتهى فيديو النهاردة. لو انت بقى من مبتدئين وحابب ان احنا نكمل في السلسلة دي. اكتب لي ان انت مهتم عشان اكمل السلسلة دي. عن طريق تعليقاتكم وعن طريق تشجيعكم. هو ده اللي خالينا هنكمل السلسلة دي. اه عاوزك بقى ترجع لبداية السلسلة. عشان تتابع سلسلة من اولها. وعمل لك انا خريط الطريق. تاخدك من البداية حتى الاحتراف. هتلاقي كل الكلام في الوصف. واشوفك الحلقة الجاية. وما تسنسليش بقى من اللايك والشير والتعليل المحفز حتى نستمر. واشوفك الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.